الإيزيديون الذين كانوا عبر التاريخ ضحية للسلطات المتعاقبة في العراق والتي مارست بحقهم سياسة الإبادة لن يكونوا مجددا ضحية لسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع بهذه العبارات عبر مجلس الإدارة الذاتية ومسؤولون محليون في سنجار عن رفضهم للاتفاق الموقع بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص منطقتهم مجلس الإدارة الذاتية في سنجار قال في بيان إن الاتفاق جرى دون العودة إلى إرادة الإيزيديين الذين يعتبرون المعنية الأول به مؤكدا أن أي ارتفاق يقصي المكونات الأساسية المتعايشة في المنطقة ولا يضع مصلحة الشعب بعين الاعتبار فإن مصيره الفشل وشدد البيان على أن الإيزيديين يرفضون أي قرارات خارجة عن إرادتهم ويعارضون بشدة أي مباحثات لا يكونون طرفا أساسيا فيها داعيا أبناء سنجار إلى عدم التزام الصمت تجاه أي قرار يتخذ على حسابهم وأن لا يبقوا مكتوفي الأيدي تجاه ذلك البيان أشار إلى أن الحكومة الاتحادية في العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني ترك الشعب الإيزيدي لمصيره إبان الغزو الذي تعرضت له مناطق سنجار على يد تنظيم داعش الإرهابي في آب 2014 إلا أن مقاومة أبناء المنطقة أفشلت مخططة تنظيم الإرهابي الرامية إلى إبادة الإيزيديين بشكل كامل من جانبه عبر مدير ناحية سنوني بمنطقة سنجار خودي داجوكي عن رفضه للاتفاق الذي قال إنه عقد بغياب أهالي المنطقة الذين قدموا التضحيات بمواجهة تنظيم داعش الإرهابي مشددا على ضرورة أن تحترم الحكومة العراقية القوى الموجودة في سنجار وتقدم الاعتذار للأهالي الذين دفعوا ثمن تخلي الجيش العراقي عنهم ومحاسبة المتسببين بجلب الويلات للإيزيديين وكانت الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني توصلا إلى اتفاق لتنظيم الأمور الإدارية والأمنية وإعادة الإعمار في منطقة سنجار بعد مباحثات ثنائية بينهما دون الرجوع إلى أبناء المنطقة ترجمة نانسي قنقر